الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاه الطلاب الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوى الشبهات التي يعتبرها العلمانيون والملاحدة أنها أقوى الشبهات عندهم مسألة فصل الدين عن الحياة ولكن هم بزكاهم ما بقول لك فصل الدين عن الحياة لكن بقول لك فصل الدين عن السياسة لما تسألوا تقول للعلمانية عني شنو يقول لك فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة وهم قصدوا من الكلام ده إنهم يبصلوا الدين من الحياة تماما يعني الناس يعيشوا زي البهايم عشان كذا جاء في كتاب البيان الشيوعي تقريبا الصفحة 35 قالوا إننا لسنا بحاجة إلى شيوعية النساء أو شيوعية المرأة قال لأن إشاعة النساء لا تزال موجودة داخل الحزب الشيوعي فدي الفكرة أصلا بتاعة العلمانيين بصورة عامة والملاحدة والشيوعين بصورة خاصة إنه ما في حاجة اسم دين عشان كذا إنجلس في كتاب اسمه ضد دوهرينج دا عنوان الكتاب من أعظم كتب الشيوعين قال نحن ضد الدين وإنما أتينا لنلغي الأخلاق ولنلغي الدين ولنلغي الإله أصلا العلمانين دل جو وبالزاة الملاحدة منهم جو عشان يلغو حاجة اسم إله زي ما هم بيقولوا لا إله والحياة مادة فالجماعة دل دار يعزل الدين من الحياة كلها هس في صفحات في الفيسبوك عملينها كفار كفار عديل كذا شيوعين وعلمانيين في صفحة في الفيسبوك اسمه سودانيات ضد الحجاب مجموعة من الصعلوقات قاعدين في الصفحة دي وأعلنا قالوا في جامعة الخرطوم يوم كم ما عارف عندنا مظاهرة ضد الحجاب ومعنى هذه المظاهرة وحقيقة هذه المظاهرة إن مظاهرة في فهمهمهم ضد الله ما هو الفرد الحجاب دي يا جماعة ما حزب من الأحزاب ولا أجب لأن الحزب من الأحزاب اللفد ذاته قاعد يتكلم في الحجاب كثير أو باقي على الحجاب خلاص يعني لا حزب الأمة ولا اتحاد دموقراطي ولا كاف البلاء الشعبين لأن الترابي ذاته قال قال المرة ممكن تاخد طرحة بس فوق أما التحد ده ما مشكلة يعني ممكن تكون عريانة لكن تلبس سفنجة عريانة نجلي وتلبس سفنجة تحد وتخد طرحة شاش فوق راسة الباغ يقول له انفكوا ده الحجاب عند الشعبين والله زيد هذا الترابي وزي ما قالوا الاختشوا ماتوا وده ما اختشوا مات المهم أن نرجع للموضوع ما في حزب ذاته باقي على الحجاب كثير يعني فالشيوعيات العطلات ديل أصلا واقفين وقفة احتجاجية ضد الله في فهمهم هم عديل كده لأنه نزل الحجاب الله يعني شنو تقول سوديانيات ضد الحجاب وعندنا وقفة احتجاجية في جامعة الخرطوم قال ضد الحجاب قولا أنا فارتغى ليك صوفة صوفة إن شاء الله تعالى الحجاب ده كلام الله يا شيوعي يا بليد ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ربنا سبحانه وتعالى يقول وليضربنا بخمرهن على جيوبهن بقى ذا كلام الله ما كلام زول تاني أشان يجيبوا بنات قال في جامعة الخرطوم ضد الحجاب والشوعين شغالين ما باسم الشوعية باسم جمعيات جمعية رزاز جمعية شعاء دو كل حق الشوعين ومجرد ما تلقى جمية فكرة وأفكار ونفكر والفكر الإسلامي والفكرة الإنبساغية ديل جبهجية تبع ترابي ولا غيرهم أي حاجة فيها فكرة ديل تبع جماعة ما بفكروا ديل وأي حاجة فيها شعاء دي حق الشوعين دي قواعي الصابتة نعنا تعلمناه في الجامعات دي فما بيشتغلوا باسم الشوعين لأن اسم الشوعين ده بيقى قبيح مرة واحدة هس در تشتم زول أكعب مما تقولين على الأبوك قوليه الشوعي دي أكعب منين على الأبوك لأن الشوعي يعني كافر لا إله والحياة ومادة شفتا كيف فالاسم ده بيقى قبيح جدا شغالين بأسماء تانية بأسماء أخرى هس بيجاي فيقى المنتدى ثلاثة أنفار خاتين قرورتين موايا فاضيات ولنبا بتاعت موبايل ربيكا واحد راصله تلتاشر ورقة والله أنا ما فيم تهي حاج ولاي حاج ظلام في ظلام شغلة مظلمة ما عارفه دخان طالع الله أعلم البتدخمونه الله أعلم المهم شغلة شغلة بيجاي واحد بيتكلم وبعداك بيقول كده وبعداك وبعداك أها بعداك فيشنو هس أنا بسألك وماذا بعداك ثم ماذا بعداك يا بليد ما بيحي واحد مفال في الشعر ولبس فانيلا بتاعت حمالات قاعد يكتب أنا ما عارف زاته الداخلية دي فيشنو واحد بلباس ايجي داخل شيوعي واحد بفانيلا بتاعت حمالات انت فيش هنا قاعد يحصل غريب بالظلومان انا ما فيشنو فينا بيتضرب حاجة الله أعلم نعنا بنقول الله أعلم ففي ناس الشعين دا لعملين مجتمع غريب جدا جدا في هذه البلاد ما بيشتغلوا بيسمهم ما بيشتغلوا بيسمهم لكن نعنا بنشوم ريحتهم بنشوم ريحتهم أصل حجاج بن يوسف لما دخل العراق قال أول حاجة ريكب المنبر فوق قال لهم لقد أعطاني الله سيفين سيف الرحمة وسيف العذاب أما سيف الرحمة قال وقع مني في الطريق والله ججد قال وإني أرى رؤوسا قد أينعت وحانا قطافها وإني لقاطفها يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق ونفشهم ليك من روحة دي خلاص لأنه بفاهم الحاصل مع دجل ومع ضلال وكذا نحن برضو قعدنا شمري حتيوعين وشعبين وعلمانيين لا فين في الجامعة دي ما ما سميتها جمعية فكرة جمعية سجمرمات بنعرفك بنعرفك طوالي بنعرفك عندنا سيرمومتر بنقس به أي عاطل أي عاطل قرأ عمل لونه أحمر شيوعي عمل لونه ظهري كوز عمل لونه أخدر صوفي عرفت كلامي عمل لونه أبيض أنصار سنة رأسه أبيض فاضي ما فيه أي حاج خلاص بنقسوا بنعرف الحاصل طوالي فالشعبين الآن ما شغالين بإسلمهم ما شان يضللوا الطلاب بيشتغلوا بيجندوا الطالبات قبل الطلاب بل أغاني وأشرة تلكسد والجمعيات الأدبية والشعرية والثقافية يعني موليك 16 بيت ولد نص وتلقاق عدين جلسة استماع لعم عبد الرحيم صلى على عجل ترم 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 دي الشعوعين طوالي ولو حلفت بأله شيوعي ولو صليت شبت ركعت هنا شيوعي عرفت كلامي شعوعين شغالين ويغش في الناس فدارين يزلوا الدين عن الحياة تماما ودي ربنا نسف لهم بآية واحدة وما أكثر الآيات ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا شوف الحياة دخلت هنا ومحيايا ومماتي كمان لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله قال كده الحياة والموت وأي حاجة والصلاة ونسكي عن الزبح ربنا قال لله رب العالمين ما في حاجة اسمه دين براو وحياة براو وده دي ذكرة يهودية يابوش يعين تعال حياة براو والدين براو جاء واحد يهودي يهودي زمان وشوف كل الناس جبل فكرة بتاعت الإلحاد لما ترجع على تاريخهم يهود يهود عديل وكل الناس جبل فكرة بتاعت القومية العربية الوحز بالبعث العربي الاشتراكي والناصريون وجماعة ديال كل الناس جبل أفكار ديال يهود معدى صلاح البطار وده أصلا تابع لليهود لكن بيقولوا مسلم سني سني يعني ما شيعي لكن في النهاية مبتدع الضال تابع لليهود كل الأفكار دي أصلا أصل لليه اليهود فجاء يهودي إلى سلمان الفارسي تقال الأفكار دي جديدة زي ما قال لك شيخو بكر قال لك ده أفكار قديمة جاء يهودي إلى سلمان الفارسي بيسخر من الإسلام قالوا يا سلمان لقد علمكم نبيكم كل شي حتى الخراتة يعني آداب قضاء الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غاية يعنينا في السودان تقبل شنو إما شمال وإما شنو جنوب لكن تقبل غريب تدي القبلة ظهرك أثناء البول حرام إذا كان في الفضاء وتقبل بوشك تدي القبلة وشك أثناء البول حرام في الفضاء وفي البناء خلاص وقال ما تستنجي بأقل من ثلاث حجار لو دار تستخدم الحجارة من ثلاثة لفوق وأن لا تستنجي براجع دابة أو عظم ليه لأن الجن جاء يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له بني آدم بعد ما يأكلوا اللحمة العظم بدل ما يجعوها نظيفة تاني بذقى الشباة من البول فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته من الاستنجاب العظم لأنه قال ده طعام إخوانكم من الجن ربنا بيجعل لهم فيه طعام بكيفية علمها الله بيتغزبها الجن طبعا نيجيك شعبي يقول لك عقلي ما بيصدق إنه العظم ده اللهم بيجعل فيه طعام تاني يا بليد العظم ده خلق منه العظم ده قبيل لما ما كان عظم يا شعبي يا راسك ما فيه عظم العظم ده الخلقه الله قبيل منه الخلقه قبيل منه غير الله الله طيب خلقه قبيل من عدم ما يستطيع ربنا يعمل في العظم ده لحم ولا طعام بعد الوجود وخلقه قبيل من عدم راسي ما بيقبل ما ما عندك راس ما عندك خالص خالص شعبي عنده راس أنا ما لا كاني خسرت الطاقية اللي بخدتها فوق والله ينعلقها في عمود شاكت كان أخس أحسن خلاص راسي ما بيقبل ما بيقبل لأنه راسك ما قفل الترابي قفلوا وطبلوا وشال المفتاح دفنوا معاه في الكفن دفنوا معاه ما في شعبي الآن بيقع عنده راس أبدا خالص لأنه مطبل ما يسمع إلا كلام الترابي أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقول لي راسي ما بيقبل أنه الترابي قال لك هذا كلام غريب جدا جدا فقال لهم لقد علمكم نبيكم حتى الخراتة بيصخر من الإسلام قال له نعم شو قال عزب الإسلام كيف أسأل الآن أركان تحت الاتحاد ديمقراطي وشعبيين وحزب أمة وشيوعيين ملاحدة وغيرهم يسخر من الدين تلقى الطالب المسلم قاعد يرجف أول حاجة ما يجوز لك تحضر أركان هؤلاء العلمانين وأعداء الدين وشعبيين وغيرهم وشيوعين حرام لأنه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فالشيوع ده اليهود ده بيسخر قال له نبيكم علمكم حتى الخيرات سلمان الفارس قال له نعم علمنا ألا نستنجي برج عدابة ولا عظم وألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول أو غايت وعلمنا وعلمنا وده الدين اللي بيشمل جميع مناحي الحياة علمه والحمام تسويشنه ولما تمرك باليمين تقول غفرانك ولما تدخل قبل بالشمال تقول بسم الله اللهم إني أعود فيك من الخبث والخبايث أو الخبث والخبايث كله صحيح شفت كيف وتقعد كيف وتغتسل كيف لكن ما زيدين الصوفية طبعا الصوفية عندهم فغي جو الحمام انت عارف إذا عملت به فقه الصوفية ده الكتب الصفراء اللي بي درسوها دي عزية لجماعة الأسهرية ومين ما عارف ليك درسوها ناجه عبد الرحمن حامد برضو خلاص الكتب دي لو قعدت باريته بتسكن جو الحمام والله أنا أول ما عرفت الدين صغير راكب عجلة وقفت في جامعة السوق في السامراب واحد صوفي بليد بدرس أنا قدت ده الدين ذاته بدرس عن أداب الاستنجاء قال بعد ما تقول قال تنطفك يا أنا أصل جنبازه قال تأخذ لك ثلاثة نطاط جو الحمام قال لأنه في بول في الكلا قال في بول في الكلا قال لا بد أنزل خلاص قال تنط ثلاثة بعض ما تنط ثلاثة ما عارف ليك تجر شنو ما عارف وتدقه كده يا ذول ما يكو ده بكل كله كلام فارق وكلام باطل أنا بيقيت بيقيت شغل أما ما فهم حاجة شوف أول ما تقابل صوفي وإنت راسك قرعوبة والله يدعب بيك ويضق البيك مرة واحد فبيقيت أطبق الشغل دي أذول نطيت الصلاة تفوت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بعشوية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويصابك لسه بنطي ده دين شنو يا ناس ده ما دين ده ما دين بعد ذاك الدين علمنا بر الحمام بدون تشدد إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة تطلع من الحمام تجي الجامع تخش باليمين وتصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام تمرق بالشمال توقع التسبح اتزوجت أول ليلة تخط يدك في رأس المرأة تقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه إلى آخر درت جامع زوجتك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقول الكلام ده كيف ونهاك أن تنكح وتطأ زوجتك في الدبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة حائضة أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونهاك أن تجامع زوجتك في حال الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله شوالدين ده مرتب كيف أي حاجة صحيت من النوم صحيت من النوم تقول ذكر الاستيقاظ شيطان بيجي بيعقد ثلاثة عقد في داقوستكينة ثلاثة قلت الزكر عقدة بتتقطع اتوضيت الثانية بتتقطع صلت الثالثة بتتقطع قال فأصبح نشيطا نشيطا زكيا النفس وأصاب خيرا وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان ولم يصب خيرا يومك بديته قلت صليت الصبح قلت أذكار الصباح طلعت من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظم أو أجل أو يجل عليه تمطلق تمشي قرائتك تمشي شغلك تمشي مزرعتك دين أي حاجة في الدين دا فيه مجدر تبيعي تتاجر وأحل الله البيعة وحرم الربا بعد ذاك أحل الله البيعة أنواع البيعة الحلال كثيرة عشان كده ربنا ما فصل في الآية لأن الحلال هو الأصل قال وحرم الربا ذكر لك واحد من المحرمات لأن أعظم المحرمات في البيوع الربا ولأن المحرمات أقل من الحلال المحرمات أقل من الحلال أشان كده قال وحل الله البيع يعني جميع أنواع البيوع قال لك وحرم الربا الربا النبي عليه الصلاة والسلام قال 72 باب الربا 72 باب وفي رواية 73 بتجتمل فيه 3 أجزاء رئيسية ربا الفضل وربا النسيئة أو جزئين رئيسيات الفضل والنسيئة بتتفرع منها أجزاء 72 و73 ده في البيع في الزراعة في كتب فغي كثيرة في الزراعة وآيات وحاديث في أي شيء في أي شيء خلاص دي من أقوى الشبه اللي بيعتمد عليها العلمانيين والملاحدة وأيضاً من أقوى الشبه اللي بيظنوها في جانب المرأة بس شغلتهم كلها المرأة لأنهم أصحاب شهوات الناس ما تكره لنفسك انتهى البرنامج حديث بسيطة تحسم المشاكل دي كلها بعدين العلمانيين ما بيقولوا الحرية ليه بيحاربوا البنات المحجبات ده ما بيناخذ الحرية ما انت أصلا لوزو الحرية قدر تمشي عريانا مرة وحدي دي زب الحرية يعني خليها وقدر تتقفل إن شاء الله بيطوب أمونا حرة خليها ولا ما هو دي الحرية ولا ما الحرية جماعة لكنهم بيقول لك حرية حرية وفي نفس الوقت بيكره الوحدة المقفلة لأنه ده رعاين رأسه زي مروحة الطربيزة ونحن لو مسكنا بلد من البلدان في رؤوس كثيرة حتطيل وإضنين حتتقطع يا كلب يا شيوعي ما لا أي زول لا زول بالملحد الذي يكفر بالله لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه تقال الشغل ده لعب الشغل ده ما فيه لعب ما فيه لعب أبدا فنازلين يعبوا بالدين ودارين يعبوا بعروض المسلمين يقول العلمانية خلاصة العلمانية اللعب بالدين ومحاربة الإسلام واللعب بأعراض المسلمين لخلاصة العلمانية ولا يخل الشكزول يقول لك العلمانية من العلم وما من العلم كذاب لا من نسبة لغة عربية ولا لغة انجليزية ولا فرنسية ولا من الواقع بتاع العلمانية العلمانية محاربة الإسلام ما أي دين تاني لأن الدين الحق هو دين الإسلام ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام ما في دين تاني كل باطل داخل يهودية قالوا الله قالوا الله صارع مع يعقوب صارع مع يعقوب ويعقوب غلب الله وربط الله والله قال لي في الكني في سفر التكوين سفر التكوين من العهد القديم عرفت كلامي النصرانية قالوا الكرة الأرضية مربعة زي السيري زي السيري وقالوا نبي الله نوح زن بيته وشيري بخمرة لحد ما بيته حملت منه ده دين ده دين ده ما دين يا أخي ده ما دين أبدا فالعلماني ما بحارب اليهودية والنصرانية بحارب الإسلام لأنه ده الدين العلى والمحك وده الدين البحارب أي باطل كان شيوعية ولا علمانية ولا صوفية ولا تجانية ولا سمانية ولا ختمية ولا غارة دين الإسلام ده دين التوحيد ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد نبتح برصة للحوار والأسئلة والنقاش للجميع وما شرط يكون زول عدو يا جماعة أحيانا بخش زول عنده استفسار سؤال دار يستفيد نحن ما أي زول بخشي لنا هنا بنعتبره طوال عدو وبنوجه عليه الدانات لا 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 في طلبة محتربين دار يسأله دار يستفيد عنده سؤال محيره في رأسه متردد ودائما البملعك من العلم هو الحياة المزموم ما الحياة المحمود يعني فعندك سؤال حتى لو زول معترض على كلامنا ده عديل شايفوا كل باطل ما هو اللي صاوبنا ولا والله يتغلطانين على باطل لا شايلين صوت لزول لا بنضرب زول عرفت كلامي إنما بنرد بما نعلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم نعلم قلنا الله أعلم انتهى البرنامج ولا خجلانين من زول ولا مستحين من زول فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة للجميع وصية القحطانين بالله قولوا كلما أنشدتم رغم الإله صداك يا قحطانين